ثلاثة أشهر تمر على الحجر المنزلي والجمود الاقتصادي هل ستعود النشاطات الاقتصادية إلى عادتها كما كانت سابقا قبل الوضع الحالي؟ الجميع يقول العكس فماذا عن الخبراء لا يقتصاديين؟ نتابع التفاصيل بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين إلى ضيف الصحافة والذي هو اليوم السيد حسين بالعالية خابيري اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجمعة الجزائر ثلاثة أهلا بك أستاذ أهلا بكم شكرا على الاستضافة شكرا على قبول الدعوة إذن أستاذ العالم أو الاقتصاد ما بعد كورونا كيف تتوقعونه وأنتم كخبراء اقتصاديين؟ هل سيكون كما كان سابقا أم أمور عديدة ستتغير؟ مؤكد أنه لن يكون كما كان سابقا فيه أهدة عوامل إذن ستغير الخريطة الاقتصادية العالمية إذن هناك دول بطبيعة الحال بمفعول هذا الفيروس كورونا إذن الاقتصاد العالمي سيتحول ويتغير من اقتصاد قدر تقول صناعي 100% إلى اقتصاد يعني يحترم البيئة يحترم إذن معايير الصناعة المحترمة للبيئة وكل ما شبه ذلك إذن اعتقد الاقتصاد الأخضر شكرا إذن الاقتصاد يتحول إلى أصله إلى طبيعته الأولى إلى الفلحة إلى الزراعة إلى كل ما له علاقة بإذن الاستثمار الطبيعي الاستثمار في الطبيعة الاستثمار في الأرض وهذا هو يعني انطلق الاقتصاد من الأرض وإذن رجع إلى الأرض وبالتالي ستتغير وجهة الدول وستتغير نظرتها في الاستثمارات في المجال الاقتصادي وبدليل أنه فيه تشجيع للصناعات المحترمة للبيئة مثل صناعة الصيارات يعني الطاقة الكاربائية والشمسية إلى آخرين إذن هذا التوجه سيحافظ على إذن ديمومة الإنسان فوق الأرض نعم هذا يعني شيء إيجابي لكن الشيء السلبي والشيء الصعب هو أن التضخم سيكون برقمين تسبت نمو سلبية لأول مرة أستاذ توقعات سلبية نقص مثلا في الجزائر نقص 2.6 نعم لكن أثار سلبية كما تفضلتم إذن فيما يخص يعني كارثة هذا الوباء على الاقتصاد كانت ضخمة وضخمة جدا خاصة أنه ملايين سكان العالم يعني سيفقدون مناصب عملهم بأثر هذه الكارثة كذلك فيه تأخر أو يعني فيه تأخر اقتصادي كبير فيما يخص يعني بعض الصناعات الصناعات الميكانيكية الصناعة الإلكترونية إلى خيره فيه تأخر اقتصادي أو يعني تضخم كساد عالمي فيما يخص إذن باش يكون في علمكم أنه بعض المصانع الأوروبية حاليا يعني تقدم عروض استثنائية لبيع منتوجاتها مثل السيارات مثلا بنصف يعني ثمانيها بنصف ثمانيها إلى آخره نتيجة الكساد الكبير الذي يعمه السوق الأسواق الأوروبية والأمريكية من حيث هذه المنتوجات إذن خلفت خصائر وخصائر كبيرة هناك استثمارات أفلست إذن فيه إفلاس العديد من المصانع العديد من رجال الأعمال العالميين المشهورين في العالم إلى خيره إذن لكن هناك صناعات صناعات تطورت انتعاشت بطريقة يعني درجة نموها قدرت حتى ألف أمية بالمئة إذن 11 مرة تطور سريع في بعض الصناعات خاصة منها الصيدلانية صيدلانية صناعة بعض الأدوية صناعات الكمامات كل ما له علاقة بهذا الفيروس أي الصناعات المرتبطة صناعات الغذائية إلى آخره الفلاحية إلى آخره إذن انتعاشت بنسب أو بنسب نمو كبيرة جدا إذن فيه صناعات تضررت بشكل كبير وفيه صناعات انتعاشت بشكل كبير نعم أستاذ لنفصل في القطاعات قطاع الطاقة أو قطاع الطاقة والمرتبط أساسا بسوق النفط والغاز ما هي توقعاتكم؟ الآن أسعار بدأت ترتفع في الجزائر مثلا سعر خام برينت تجوز 30 دولار وهو أكبر من السعر المرجع المتهمة في قانون المالي يعني الأمور بدأت تتحسن نوعا لكن من جهة أخرى أستاذ يعني كلام كبير الاتفاق أوبيك وخارج أوبيك تخفض 10 ملايين برميل يوميا سيتوقف مع نهاية جوان ولينخفض إلى 8 مليون برميل يوميا أعتقد أن منظمة أوبيك صارت مشكلة على دول الأعضاء في أوبيك يعني هذه المنظمة بحد ذاتها كما قلوا أصبحت مشكلا على أعضائها بدليل أن النزاع الروسي السعودي يعني في الشهر الماضي يعني سبب مشكلا كبيرا فيما يخص العرض والطلب لهذه المادة الحيوية كنا نرتقب أو احتمالات يعني نزول البرميل من البترول كنا نتصوروا أو يعني الدراسات كنا نقولوا باللي يكون بين 20 و 25 دولار للبرميل يعني في الظروف الصعبة كانت راح تكون بين 25 و 25 دولار للبرميل إلا أن هاتين الدولتين الكبيرتين من حيث الإنتاج يعني ساهمتا في تقهقر إذن يعني سعر البترول إلى وصوله إلى سعر الخسارة يعني تحت السفر وبالتالي إذن شك لاعب كبير على منظمة الأوبك والدول المنخريطة فيه إذن أعتقد أنه في هذا الشهر وبداية شهر جوان حسب الدراسات إذن سيرتفع إذن البترول إلى المستوى الذي كان فيه ما قبل الكورونا إذن ثم سيرتفع أكثر لأنه فيه راح يكون فيه تخلص تدريجي من هذا الوباء وبالتالي الحلقة الاقتصادية ستأخذ منحنى تصاعدي والحلقة الاقتصادية هي يعني تعافي بعض المصانع وبالتالي محاولة إذن يعني العودة يعني إلى النشاط تريد إذن تعويض أكبر ربح أو أكبر خسارة للحقتها وبالتالي إذن مجبرة على إذن الإنتاج بمضاء يعني ضعف نعم بواتيرات السابقة بواتيرات أكثر ضيف إلى ذلك شركات النقل الجوي اللي راح يعني تسترجع إذن سيبدأ إذن النقل الجوي حسب يعني معظم الشركات الأوروبية راح تبدأ يعني في هذا الشهر جوان وبالتالي إذن كذلك بعض الشركات يعني الجوية الإفريقية والأسيوية إلى خيره ستبدأ إذن رحلتها في شهر جوان وبالتالي الطلب هنا أو يعني السوق البترول يعني راح يرجع إلى مستواه العالي لكن بتدرج بتدرج إذن شهر جوان 15 جوان فما فوق ثم شهر جويلية الذي سيأخذ منحنا يعني تصعد ممكن أنه يصل إلى أقصى حد في أواخر أو 15 جويلية سيصل إلى أقصى حد ممكن إن شاء الله إذن سيكون فيه قانون العرض والطلب ليست يعني منظمة الأوبيك أو غير منظمة الأوبيك التي ستسير الأسعار مستقبلا نعم أستاذ تحدثت عن النقل الجوي والذي يرتبط وثيقا بالسياحة قطاعان انهار تماما أثناء جائحة كورونا فعلا ماذا عن مستقبل هل يمكن لهذين القطاعين تعويض ما فقده شركة عديدة أفلست فنادق أفلست وكلة سياحة أغلقت منتجات سياحية انتهت يعني أمور هي ظاهرة عالمية أعتقد أنه بسبب هذا يعني ظاهرة هذه إفلاس الشركات السياحية وشركات النقل خاصة بعض الدول الأوروبية أجبرت أجبرت على إذن الخروج من يعني الحجر الصحي أجبرت من الخروج إلى الحجر الصحي أنه حست بانهيار اقتصادي نتيجة ذلك وبالتالي إذن فعلا القطاع السياحي العالمي انهار نتيجة هذا الوباء لكن القطاع السياحي سهل جدا أنه يعني يسترجع أنفاسه وبالتالي إذن الخسارة ممكن أنه في الجزائر ما يغيش نفسها مثل الخسارة في دول مثل اسمح لي يعني بخصوص الجزائر تم اعتماد بروتوكول صحي أثناء موسم الاستياف خاص بإعادة بعث الروح في القطاع السياحي مثلا الفداد تستخدم استقاطيها نقل الحفيلات هناك تباعد اجتماعي في الشواطئ هناك تباعد ربما هذا يعني سيساهم في إعادة بعث أقول بعض الروح في هذا القطاع أعتقد أنه في الأيام القادمة الدولة الجزائرية سترفع الحجر الصحي على الأقل على بعض الولايات اللي ما شهدتش إلى حد الساعة إذن حالات جديدة لهذا الوباء راح يكون فيه رفع للحجر الصحي لكن قطاع السياحة يجب أن يتنظم إذن تنظيم القطاع السياحي في الجزائر يجب أن يأخذ موضع الجد وبالتالي المسؤولون مجبرون على إذن تنظيم هذا القطاع بما يساهم في تقليل أو يعني انعدام ظهور حالات جديدة لهذا الوباء وبالتالي وكذلك إذن موسم سياحي يكون راحة على الجزائريين متعودين في السنوات السابقة نشوفوا شواطئ غير آمينة غير منظمة إذن هذه الفرصة هذه الفرصة لرؤساء البلديات لدووين المختصة في هذا المجال للوكالات إلى آخره لتنظيم قطاع السياحة في الجزائر جيد أستاذ قطاع آخر لم يتأثر كثيرا في الجزائر وهو القطاع الفلاحي لكن في العالم هناك مشكل منتجات فلاحية عديدة لم يتم جنيها ربما منتجات لم تستطع الدول بيعها حتى أن منتجات كثيرة فسدت يعني كيف ما رأيك في القطاع الفلاحي في الجزائر المستقبل هو المستقبل العالمي إذن أعتقد أنه لا أكيد أن القطاع الفلاحي في الجزائر أو يعني الوزارة الأولى يعني الرئيس الجمهورية والوزير الأول يتابعون بكثب أو بقرب مجريات الأمور في كل الميادين خاصة منه في القطاع الفلاحي لأنه بعض الدول اللي يعني تقول باللي احنا متقدمين في هذا المجال الاخيري نشوفوا باللي أنه اليد العاملة لم يتم استقدامها إلا بعد أنه يعني المحصول يعني يعني خارج الفصل وتم يعني خسائر كبيرة في هذا المجال لكن الجزائر يعني بمجرد أنه فيه نوع من الفلاحين يعني شكوا يعني هذا الأمر يعني فيه تسهيلات تسهيلات كبيرة في هذا المجال وبالتالي جنية يعني جنية المحاصيل في وقتها والحمد لله يعني يعني يا رب سبحانه هذه السنة هذه السنة أعتقد أنه راح يكون يعني محصول أو إنتاج قياسي في جميع المنتوجات خاصة منه القمح ويعني المنتوجات الفلاحية الأساسية ليحتاجها الاقتصاد الوطني والحمد لله إذن سفر استيراد منذ كم من شهر إذن هذا الكورونا يعني في المجال الفلاحي نعمة ليست نقمة نعم أستاذ قطع آخر يمس صميم الحياة اليومية المواطن قطع تشغيل هناك وظائف جديدة مطلوبة بعد كورونا مثلا قطع الصحي قطع التنظيف الصناعة الصيدلانية لكن في المقابل هناك وظائف أخرى عديدة ستتلاجع بطبيعة الحال إذن هذا يعني ماهيش ظاهرة جزائرية وإنما ظاهرة عالمية ما تنساش باللي النوف في أمريكا مثلا أنه الملايين الملايين من الأمريكيين فقدوا وظائفهم وفي أوروبا كذلك إذن هذا الوباء أتى على الأخضار واليابس وبالتالي إذن الكثيرون من الناس يعني حاليا في الجزائر يعانون يعانون يعني أزمة يعني أزمة نشاطاتهم التجارية لكن لكن يعني وقف النشاط أحسن من وقف الحياة وبالتالي إذن حياة الشخص أغلى من يعني كل شيء وبالتالي إذن الدولة رأت هذا الجانب جانب أنه حياة الإنسان يعني قبل كل شيء قبل كل شيء وبالتالي إذن عدة عدة وظائف ممكن كما تفضلت أنها ممكن أنها راح تزول لكن عدة وظائف أخرى راح تنمو وتزدهر وبالتالي إذن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر فعلا ممكن أنها تأثرت على إذن التوظيف التوظيف ممكن لكن بالنسبة للمناصب يعني ما كانش يعني الدولة بقت أو أبقت في يعني مناصب العمال في مكانها وربما القطع الخاص لكن في الاستثمارات القادمة إذن الدولة عازمة على تغيير خريطة التوظيف إذن الاعتماد على يعني الاستثمارات الخاصة إذن كبديل من أجل المحافظة إذن على إذن ديمومة أو سيرورة إذن الوظائف أو المناصب للأشخاص نعم أستاذ عالميا النظام الاقتصادي المعتمد الآن أثبت فشله وضعفه في عدة جوانب مثلا في مجال الصحي أثبت الضعف في مجال الصناعات الصيدلاني أثبت الضعف نقص الغذاء مشكلة أصبحت عالمية حتى في البلد المتقدمة أستاذ هل هناك بوادر لتغيير نظام الاقتصادي العالمي فيه أصلا لما انطلقت أزمة كورونا إذن فيه أكبر قطب عالمي اللي هو الاتحاد الأوروبي يعني تم زعزعته بزعزعة إذن الكورونا زعزعة الاتحاد الأوروبي نعم خاصة أنه لما نلقاه بلد مثل إيطاليا اللي هو عضو أساسي في هذا في هذا يعني التكتل العالمي الكبير يعني يعني وزيحة وزيحة من تضامن الأوروبي وزيحة من تضامن الأوروبي ومن يعني شكون لقاء الجزائر اللي وقفت اللي وقفت مع إيطاليا وبعدة دول وعيدة دول وأرسلت أرسلت هبات وأرسلت مساعدات طبية وبشرية ومادية لمجابهة أو مساعدة هذه الدول لمجابهة يعني هذا الوباء إذن خريطة العالم أو التكتلات العالمية التكتلات العالمية ستتغير وست يعني فيه يعني خريطة جديدة ممكن أنه بعض إذن روسيا استطاعت أن تكسب عدة دول من الانتحاد الأوروبي وبالتالي في المستقبل القريب أرى فيه يعني رح تكون فيه تكتلات بين دول أوروبية ودول إفريقية رح تكون فيه مجموعة إذن فيه تكتلات اقتصادية رح تكون حتى فيه تكتلات عسكرية بين بعض دول الأوروبية والدول الإفريقية اللي هي بينها الجزائر نعم بذكر الجزائر الجزائر تخلصت نوعا ما من الهيمنة الفرنسية والدليل يعني فشل صفقة التوطال في الاستحواذ على أصول نظركم في الجزائر الجزائر توجهت أكثر إلى الصين إلى بلدان أخرى تفتحت على بلدان أخرى ربما هذه الجائحة ستكون هي بوابة التفتح على بلدان أخرى ربما التوجه أكثر نحو العمق الإفريقي التوجه نحو بلدان أخرى بعيدا عن هذه العلاقة التي طالت بدفائد بين الجزائر والإيطاح الأوروبي لحولتنا إلى بازار للسلع الأوروبي حتى الاتفاقية الدولة ربما ستتراجع شكرا إذن الجزائر يجب أن تراعي موقعها أين تقع الجزائر في وسط لأنا تقع في قارة إفريقيا تقع في قارة إفريقيا إذن لماذا لا يكون التوجه إفريقي إفريقي لماذا لا يكون إذن لا تكون الاستثمارات القادمة إفريقيا إفريقيا هذه من درجة الأولى ثانيا ثانيا إذن أعتقد أن الصين الصين الشعبية فيه اليوم حملة شرسة ضد الصين الشعبية وضيد الأخير بسبب هذا الوباء إذن الصين الشعبية أعتقد أن ساهمت بشكل كبير على أن يكون عدد الوفيات في العالم أقل أقل لأنها في طيلة ثلاثة أشهر كانت تكافح هذا الوباء لوحدها كانت تكافح هذا الوباء لوحدها رغم يعني الإمكانات الضخمة يعني 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 في صالح الصين لكن لكن أعتقد أنه كان العالم غائب لما كانت الصين تكافح الوباء لوحدها ولقت ووجدت بجانبها الجزائر التي قدمت لها مساعدات مساعدات يعني في جميع يعني حسب الإمكانات الوطنية الجزائرية قدمت للصين مساعدات ولو كانت لجزائر يعني أكبر قوة لقدمتها للصين لتخطي هذه الأزمة إذن هناك إذن فيه قدر القلوب لتكتولات شبيهة لتكتولات السبعينيات تكتولات شبيهة لتكتولات السبعينيات إذن فيه نوع من يعني الاستفاقة للدول لبعض الدول لأنه الديمومة فقط الديمومة فقط للأخلص من يكون يعني مخلص لك يعني هذاك هو المصلحة لا توجد صدقة دائمة ولا عدوة دائمة ولا عدوة إنما مصلحة دائمة مصلحة دائمة ومصلحتنا مع إذن الجزء يعني الصيني الروسي وما شبه ذلك جيد أستاذ هناك أمور جديدة ظهرت في هذه الجائحة جزائريا على الأقل التجارة عن بعد الدفع عن بعد التعليم عن بعد أمور جديدة على الجزائر توسعت أكثر يعني لم تكن جديدة هل سيكون المستقبل أكثر للاقتصاد عن بعد إن صح التعبير إذن مشروع الجزائر الجديدة أعتقد أنه أخذ بعين الاعتبار كل هذه النقاط خاصة منها إذن الرقمنا إذن الرقمنا الرقمنا بديل إذن أو الاقتصاد الإلكتروني بديل عن الاقتصاد إذن التوجه التوجه يعني القادم التوجه يعني الجديد بالنسبة الجزائر يعني متجهة إلى الانفورماتيزاستيون إذن إذن كل الأجهزة الحكومية سترقمن وهذا خاصة الأجهزة التي لها علاقة بوزارة المالية والتي يعني تحدث ضجة كبيرة إلى خيره لكن الرقمنا راهي مشروع قد جسد بدرجة 95% يعني أعتقد أنه كل القطاعات خاصة بعض القطاعات التي عندها علاقة مع وزارة المالية الرقمنا وصلت إلى التسليم إذن هي دول صديقة وشقيقة للجزائر قامت بمساعدة بمرافقة المؤسسات الحكومية الجزائرية من أجل وضع المؤسسات الحكومية الجزائرية يعني وتكون لها موقع عالمي كباقي مؤسسات العالمية ستحدث عن وزارة المالية والتي سنختم بها بعجالة يعني عن قانون المالية التكملي سنة 2020 والذي سيكون هو يعني البواب التي سنلج به مرحلة ما بعد كورونا هل تعتقد أن قانون مشروع قانون المالية التكملي سنة 2020 بتفصيلته الحالية سيساهم في تخفيف الأضرار خير المرحلة المقبلة أعتقد أنه لم يكن لوزارة المالية خيار خارج هذا القانون المالية التكملي بعاملين أساسيين سلبيين لهما انخفاض سعار البترول ووصوله إلى أدنى الدرجات ثاني شيء هو عامل الخسارات الخسارة الكبيرة التي أحدثها يعني فيروس كورونا وبالتالي إذن كل دول العالم يعني شهدت هذا النوع من يعني هذا النوع من التغيرات في قوانين مالياتها والجزائر ليست بعزلة عن العالم وبالتالي إذن قانون المالية ممكن أنه أعتقد أنه الرئيس الجمهورية متوجه إلى تأسيس اقتصاد حر اقتصاد يعتمد على يعني النظم الاقتصادية العالمية وبالتالي إذن أعتقد أنه المراحل القادمة للجزائريين إذن الجزائري اللي ما يعملش ما يكلش إذن العمل هو أساس كل شيء وبالتالي إذن هنا عنصر الاتكالية سيذهب وعنصر إذن الأشخاص اللي ما يعني ما ينتجوش إذن أعتقد أنهم لا مكان لهم في الجزائر وبالتالي إذن لكي تكون جزائريا في مستقبلا يجب أن تنتج ويجب أن تعمل إذن يعني الشكورنا راه ينتقد اليوم يعني قانون المالية إذن تعرض عليهم العمل والله ما ما يتقدمش للأحل نعم أستاذ ربما ينتقد أكثر في المقربة الضريبية التي حملها هذا القانون إذن فيه فيما يخص فيما يخص إذن فيما يخص يعني فيه بعض يعني نقاس نقاس راه مناقشة في البرلمان لكن أعتقد أنه الظرف الحالي حتى مع هذا النوع من القانون نعم لأستاذ حسين بالعالية أستاذ الاقتصاب في جماعة الجزائر الثلاثة شكرا على قبول الدعوة شكرا على هذه المعلومات والتحليلات القيمة شكرا لكم إلى هنا إذن مشاهدين نأتي إلى نهاية هذا العد من حصتكم حديث الصحافة